ودائما وابدا مع التنين الاسيوي اي الصين لكن مع الحسابات العشوائية التي تتمنى وقوع كارثة كبرى في اي مكان واي زمان المهم الكارثة الحسابات الالمعية تضافرت واستقتلت في تداول منشور يقول استعدادات كبيرة للجيش الصيني واعلان حالة التأهب القصوى بشكل مفاجئ ورفع الجاهزية القتالية ونشر غواصات وفرقاطات عسكرية على الحدود الجنوبية لجزيرة تايوان قد تنطلق عملية تحرير تايوان من الهيمنة الامريكية في اي لحظة اطبع الخبر زائف ولو كان صحيحا لانقلبت الدنيا رأسا على عقب ورفع الصين حالة التأهب لم يكن عسكريا بل لان البلاد تشهد موجة حر غير مسبوقة حيث تعاني عشرات المدن من درجات حرارة غير مسبوقة ادت الى ذوبان اسطح المباني وتكسر الطرق ودفعت الناس للفرار الى الملاجئ تحت الارض بحثا عن البرودة 68 مدينة صينية رفعت مستوى التحذير للون الاحمر اما عن تداعيات طرد الصين لمدمرة امريكية مؤخرا فقد اعلن الجيش الصيني انه ابعد المدمرة الامريكية بعد دخولها مياهه الاقليمية بشكل غير قانوني ووصف تصرفات السفينة الامريكية بانها انتهاك لسيادة البلاد وامنها فيما اوضحت البحرية الامريكية ان انتشارها في بحر الصين الجنوبي يأتي لضمان حركة ملاحة حرة ومفتوحة في المحيطين الهادئ والهندي وفي الحقيقة هذه الحوادث معتادة وتكررت كثيرا خلال السنوات الماضية ولا توجد حال التأهب قصوى ولا من يحزن اشتركوا في القناة